تحياتي مجددا طلب الطالبات الأعزاء السادة الأساتذاء والسيدات الأستاذات السيد المفتش الوطني السادة الحضور الكريم مرحبا بكم أمسيا سعيدة أرجوها لكم وأنتم في صحة جيدة وفي ظروف حسنة هذه الحصة هي حصة استثنائية لماذا؟ لأن هذه السنة تم تقليص العطلة عطلة نهاية الدورة الأولى إلى أسبوع واحد وبالتالي بقي أسبوع يعني توفر لدينا أسبوع لذلك ينبغي ملأوهو في هذه الوحدة الأولى لأن أنا الآن بصددي إتمام هذه الحلقة المتبقية من دروس الأربعة التي كانت تهم الوحدة الأولى الدورة الثانية الوحدة الأولى حيث كان فيها الأنشطة التي كانت مبرمجة رسميا هي تعريب هي تعجيم تعريب تعجيم تعبير كتابي والآن بعد التعبير الكتابي قبل أن نقوم بالفرد سنملأ هذا الأسبوع بهذا النشط الذي هو عبارة عن مباراة كناي سنهتم في هذه الحصة بمباراة 2020 نعم إذن نركز مرة أخرى نحن في الدورة الثانية في الوحدة الأولى ومعكم نور الدين حالي صديقكم الحميم مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة في مركز الأقسام التحذير بالخطاب الناظر هذا النشاط يندرج في السنة الدراسية 2021 في الدورة الثانية في الوحدة الأولى المحور الدراسي هو الاقتصاد والتيارات المجتمعية والنشاط هي الحصة الخامسة وهي حصة استثنائية ستبرمج في الأسبوع 25-21-2021 لأن العطلة ستكون في في 15 فبراير 2021 وبالتالي سنضيف هذا الأسبوع حتى يبقى لنا أسبوعان نتعامل معهما حيث ندرج فيهما الفرض وتصحيحه الفرض وتصحيحه هذا النشاط هو معالجة مباراة كنايم دعمت وبعا هي ورقة مباراة كنايم والهدف بالتالي سيكون تختي أن كنايم أفك ميتودولوجي وبين دمانيار ميتودولوجيك المنهجية الخاصة بهذا الفيديو أو هذا الترس هي منهجية ربعية أولا سنستعرض مكونات المباراة وبعد ذلك سنتعرض المنهجية المعالجة وسنعرض عليكم عناصر إجابة طبعا دائما ينبغي أخذها بعين ناقدة وبطريقة مقارنة أولا التمرين الأول وهو يبارا عن تعريب ترجم النص الآتي إلى اللغة العربية مع الشكل التام النص الآتي يوجد 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 النص الآتي النص الآتي النص الآتي اشخاص من ادريس لقارن الإنسان. يتحقيق بل للحصول ولد خبارات متأك ou انتظر قيمة. الإنسان المدارية بروجان و إنتمار قد строيك و مطارن العلوي على المقداية، اقام عام الى حالة والمكتابات المحركة. حق التحيطة والمقارن والحصول على التقلال على الواقع والدخ동 والمتابعة ومسيطة. الآن في قوير والحصول على الله الخلفية ومسيطة التطور على الناس باريك والمجرس بإم دورة. تجربة لتما يساعد لأن أشياء بشيء من قبل وحيدة للحالة والمحيات تتبعه في الحالة. على الحالة، حيث لا يوجد كثير من أميز ساعدة، في الدروس، في المنزل، في الحالة، في المحيات، في الإنسان، في المعارضة على المعارضة، وفي المعارضة، يجب أن تكون فرقايا، بذلك، Mais l'État ne doit pas s'aventurer au-delà de ses prérogatives David Harvey Brève histoire du neoliberalisme Les prérogatives ordinaires double page 16-17 ترجمة النص الاتي إلى الفرنسيان حقيقة الثقافة الثقافة مجموع الإنتاج الفكري يمكننا هذا التعريف من النظر في ثلاثة مستويات أو زوايا مختلفة لكنها متكاملة هناك الثقافة في المستوى الفرض ونعني بها تمثل الفرض للإنتاج الفكري أو لأي جزء من أجزائه ومشاركته في إغنائه وفي إثرائه من هنا لا يمكن الحديث عن ثقافة كاملة ونهائية وإنما المثقفين يتثقفون باستمرار ذلك لأن الثقافة وطنية كانت أم أو إنسانية عامة ليست معطا نهائيا بل هي عملية مو وتكون واكتمال وهناك من جهة ثانية الثقافة في المستوى المجتمعي من حيث إنها تعكيس واقع المجتمع الذي تنساب إليه ويرتبط المستوى الثالث بالجانب الإنساني العام بقطع النظر عن الزمان والمكان يجب أن لا ننظر إلى المستوى الثلاثة نظرة سكونية فنفصل تعسفيا بين الفردي والمجتمعي والإنساني بل يجب أن نضع نصف أعيننا أنه في هذا الميدان كما في غيره ليس هناك خاص مطلق ولا عام مطلق إن الثقافة على الصعيد الإنساني العام لا بد أن تحمل بين طياتها شيئا من الخصوصية إن عمومية الثقافة تحمل الخاص كما أن خصوصيتها تتسم بشيء من العمومية إن المطلقة والنسبية يشكلان هنا حقيقة واحدة متكاملة محمد عابد الجابري رؤية تقدمية لبعض المشكلة الفكرية والتربوية 1977 الصفحتان 51-52 تعبير الكتابي التمرين الثالث أكتب إن شاء بالعربية من 150 كلمة زائد نقص 800 دون شكل في الموضوع التالي في رأيك هل يمكن للثقافات الوطنية أن تساهم في أغناء العلم الثقافية؟ هذا الآن هناك ثلاثة تمارين التمرين الأول تعريب على ثمان نقاط التمرين الثاني على سبع نقاط والتمرين الثالث على خمس نقاط ملاحظات منهجية أولا يستحسن أن نبدأ بمعالجة التعريب أولا مع الانتباه إلى ترجمة العنوان والمرجع والشكل التام لأن إذا نسينا العنوان والمرجع في التعريب ثم لم نشكل شكلا تاما فمعناه على الناس سنفقد ثلاث نقاط إذن معناه ثلاث نقاط يمكنك أن تكتسبها كما يمكنك بسهولة أن تفقدها لقد أعذر من أنذر بما أن موضوع التعبير الكتابي له علاقة موضوعاتية بتمرين التعجيم يستحسن معالجة هذا الآخير أولا ثم إتباعه بتمرين التعبير الكتابي بحال مثلا بالنسبة الآن لنا لموضوع التعجيم للكاتب المغربي محمد عبد العابد الجابري فإنني كما ستلاحظون من خلال التعبير الكتابي قد استخدمت فكرة مهمة وهي أن الأبعاد الثقافة لا بد أن يكون لديها أبعاد ثلاثة وليس بعدين فقط وبالتالي فالرأسمالية مثلا النظام الرأسمالي أقصد الرأسمالية المتوحشة غالبا ما تقصي من حسابها الإنسان فهي تعتبر الإنسان رقم ما لجلسة باكوا يعني ما كانش الإنسان إذن أنا البعد هذا أنا استثمرت هذا المسألة وبالتالي لذلك فأول ينبغي القيام بالتعجيم ثم بعد ذلك يمكن الإنسان أن يعالجه في آخر المعطف التعبير الكتابي عند إنجاز تمرين التعجيم لا بد من الانتباه إلى ترجمة العنوان والمرجع لأن نسيانهما يكلف التلميذ نقطة هنا لحظة خمس نقاط يمكن أن يكتسبها بسهولة التلميذ إنه أتقان ترجمة العنوان وأتقان ترجمة المرجع وأتقان الشكل يمكن أن يكتسبها خمس نقاط كما يمكن أن يفقدها بسهولة وخمسة على عشرين ما شيء سهل حتى يتمكن المتباري من إتقان تمرين التعبير الكتابي عليه التزام الخطوات المنهجية التالية أولا استيعاب الموضوع وتحديد كلماته المفاتيح التي تمكنه من التقييد بالموضوع وعدم الخروج عنه لأن الكلمات المفاتيح بحال مفاتحة يعني مثلا أنت دخلت واحد للبيت باش تبقى في ذلك البيت تصدع عليك بالمفتاح عليك بالمفتاح إذن كلمات المفاتيح هي اللي تصدع تنميذي يعني من خلال هذه الكلمات المفاتيح كيمكن يبقى في الموضوع يمكن يبقى في البيت ديال الموضوع ما يخرج ما يبقاش الموضوع يهضر على على الشيء وهو يعالج الشيء آخر لا هذا ماشي صحيح نعم الطرح الإشكالي الجادالي للموضوع على الشاكلات صحيح ولكن إياه ولكن كم المشاكل لأن الموضوع الذي يطرحه غالبا عندها الصبغة الجادالية ما يتعطاش موضوع إلا إذا كان عنده هذا الطرح الإشكالي ممكن الطرح الإشكالي وبالتالي من كان يقوله الطرح الإشكالي الجادالي معناه ستظهر لنا القطب الموجب وهو الأطروحة والقطب السالب وهو الأطروحة النقض لكن النقطة الثالثة المتباري عندما يختار طرحا إشكاليا ما فعليه أن أولا يعرف في داخل ذاته في قرارة نفسه هل لديه الحجاج والحجاج المضادة لكي يسند هذه الأفكار التي تقدمه مشي أنت مثلا تطرح موضوعا معينا ولكن تطرح طروحاتا ولكن لا تستطع أن تدافع عنها لا هذا لن يؤدي بك إلى تعبير كتابي محترى النقطة الرابعة يستحسن أثناء مرحلة تحريل البدء بالعرض ثم العودة إلى الطرح الإشكالي من أجل السياعة المقدمة مع تمهيد خفيف ولطيف لأن الطرح الإشكالي الذي طرحه في البداية سيستعمله فيما بعد من أجل صياغة المقدمة والمقدمة فيها سيكون المشكلة كما نرى في النقطة الثالثة ساعة هو 150 كلمة رهد غياكة تسالة رهما غادي تحس بها داع نعم من أجل صياغة المقدمة مع تمهيد خفيف ولطيف والرجوع للخاتمة حيث التركيب المخلص إليه الذي تم الخلصه إليه يعني الزبدة الزبدة يعني ما قد تبان يعني الحنكة ديالتلميذ بالتالي سواء يمكن يقوم بصالح ما بين الفكرتين المتناقضتين أتروحها والأتروحها النقيد ولا كاريم يلخص فقط ما قاله أو إلى غير ذلك مهم هناك مجموعة من من الإمكانيات خامس النسجة متماسك هما العمدة في التعبير الكتابي الناجح ويتوصل إليهما باستعمال منظومة روابط وإحالات مناسبة إذن منظومة الروابط المنطقية ومنظومة الإحالات لسيستام دياليالوجيك لسيستام ديزارافوريك لسيستام دي مدر بخيز هذو هما اللي يعطيونا واحد التعبير كتابي منسجم ومتماسك وحتى في الترجمة النص المترجم إلى ما كاش في هذا العمور ما قدش يكون منسجم وبالتالي يكون غالبا غير سالي وأخيرا نقطة السادسة معدل 150 كلمة قليل جدا وبالتالي لابد من التزام مبدأ ما قل ودل إننا تعلموهنا في هذا تعبير الكتابي كيف تقول الشيء الكثير ولكن في كلمة وحدة وهذا طبعا اللغة العربية هي من اللغات التي تقبل هذه الأشياء وإلى غير ذلك اقتراح عناصر إجابات تعريب يمكنكم استعمال استعمال زر التوقيف من أجلي من أجلي تبنى ماذا التعريب تعجيم الآن النص الأصلي على اليمين والنص المترجم على الياسار تعبير الكتابي مقدمة صحيح أن من الثقافات الوطنية ما يساهم في إغناء ما يسمى بالعولمة الثقافية المكوكبة والمفروضة لكن هناك صنف من العولمة لكن هذا الصنف من العولمة ينتقي له نماذج ثقافية تدور في فلك النموذج الرأسمالي على مستوى الفكر السياسة والاقتصاد والاجتماعي ذلك أن ضمن الثقافات الوطنية صنفين كما يذهب إلى ذلك الأستاذ عبدالعبدالعبدالعروي الثقافة الجادة وثقافة الفولكلور والملاحظ أن الثقافة الفولكلورية غالبا ما يرحب بها ضمن منظومة العولمة الثقافية لارتكازها على العجائب والغرائب مثلا الاكزوتيسم الذي يناسب فكر تسلط الواسم للرأسمالية المتوحشة فتجد مؤسسة عالمية تشجع ماديا ومعنويا هذا الصنف من الثقافة لكونه يساهم في صرف العقول عن التحرر والانعتاق أما الثقافة الجادة المضادة للنموذج الأمريكي فغير مرحب بها في الفضاء الثقافي العالمي ذلك أنها مبدئيا حارصة على إدماج المكون الإنساني في الثقافة الذي لمح إليه الأستاذ عابد لاحظوا هنا كيف أنني استعملت التعجيم بينما تجد الثقافة المعولمة تحاول أن تجعل من الإنسان رقما اقتصاديا لا غير مختصر القول إن من يغني العولمة الثقافية ليست الثقافة الجادة ويستحسن أن يبقى هذا النموذج الثقافي الراقي في منأة عن الثقافة المعولمة إن كانت بالمواصفات التي ذكرت آنفا هذا مقترح شكرا لكم على حسن التتبع وتبقوا على خير وحفظكم الله وسترها علينا وعليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته